اشتركوا في القناة ومن والاه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم يدا بيد هذا البرنامج يأتيكم بسبب ما حل في العالم من هذا الوباء وانتشرنا سأل الله عز وجل أن يرفعه عن جميع البشر ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ أحمد المختار الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أهلا وسهلا بك فضل الشيخ فضل الشيخ الناس في هذه الدنيا لابد لهم من مجالس في هذه المجالس يتانسون ويتسامرون فضل الشيخ هل هذه المجالس وكما قال الصحابة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام لابد لنا من مجالسنا لا بد لنا من مجالسنا ما لنا من مجالسنا فضل الشيخ هذه المجالس هل لها فضل هل لها أجر إذا جلس المسلم مع أخي فتانسوا وتسامروا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم الإسلام دين مجتمع نعم ودين التواصل ودين على مستوى الأسرة الواحدة على مستوى الجيران على مستوى المجتمع على مستوى القادة والشعب على مستوى التواصل والتلاقي في الإسلام مقصد مهم ومن ذلك أن المجالس التي يتلاقى فيها التي تتلاقى فيها العقول ويأخذ فيها الصغير من الكبير ويأخذ فيها الطالب العلم من العالم ويأخذ فيها صاحب يعطي فيها المجرب تجربته لغيره فهي مقصد شرعي ولذلك ينبغي أن نحرص على التواصل وعلى المجالس وأن نختار الجليس ونحرص على آداب المجالس يعني ينبغي للأسرة الواحدة أن يكون بينها تواصل الجد الأب ينبغي للإخوة أن يكون بينهم تواصل ينبغي أن الجيران يكون بينهم تواصل فالمجالس في الإسلام مهمة ومصدر علم ومصدر أخلاق ومصدر تواصل وأدب ومحبة ولذلك جاءت أحاديث وجاءت آثار وجاءت تعليمات العلماء في المحافظة على أداب المجالس والحرص على الجليس وعدم إفشاء سر الجليس الذي يخشى على واحترام الجليس والاستماع إليه أداب كثيرة في الحقيقة في الإسلام وهي تعني أن الإسلام المجتمع المسلم يتواصل فيما بينه ولا مانع أن يتواصل مع غيره كما كان الصحابة رضوان الله عليهم فليس دين لا دين انفرات ولا دين انقطاع ولا دين تدابر لا تدابروا لا تباغضوا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس أصحابه وهو خير البشرية وكان يعلمهم كيف يجالس بعضهم بعضا وفي ذلك الشيء الكثير نعم أيضا فض الشيخ بالنسبة للأثار هل من أثار تترتب على الفرد وعلى المجتمع أثار طيبة فض الشيخ من هذا الالتقاء ومن هذه المجالس نعم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم إياكم الجلوس على الطرقات نبههم على أن المجالس لها مواقع لا ينبغي أن تكون فيه غير مواقعها وهم رضوان الله عليهم لحرصهم على الخير وصدق لهجتهم مع رسول الله السلام وإضاح له عليه الصلاة والسلام واقعهم عندما قالهم أن مكة المكرمة لا يقطع الشجرة قالوا إلى الآخر فإننا نفعل به ونفعل عندما قالهم يجيكم الجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا مجالس نابد النبي الصلاة والسلام لما قالوا له ذلك قال لهم إن أبيتهم اعطوا الطريقة حقها فنبههم على ما ينبغي أن يكون عليه المجلس ألا يكون المجلس للغيبة لا سمح الله أو للنميمة أو المطالعة في الآخرين قالوا وما حقوا الطريقة غضوا البصر وكفوا الأذاء وردوا السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فالنبي الصلاة والسلام إذن حرص على أن يجالس أصحابه وقال لهم كيف يجلس أحدهم ونبههم على ثلاثة كانوا مارين وأحدهم جاء وجلس إلى الحلقة والآخر استحى وجلس خلف قوم والآخر أثالها أعرض عن الدرس وعن الخير فقال لهم ألا أخبركم بما قال الله عز وجل في هؤلاء النفر الثلاثة إذن هناك أثار النبي الصلاة والسلام كان كأنه يقول لهم أين يجلسون مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة فكان يريهم أين يجلسون وكيف يجلسون وماذا يقولوا في المجلس وكيف يختموا المجلس إذن هناك أثار كثيرة حول فائدة المجلس وكيف يكون ومن هو الجليس كما جاء في الحديث الجليس الصالح والجليس السوء أيضا فض الشيخ هناك آداب كثيرة للمجالس لو فض الشيخ نبين بعض هذه الآداب نعم هو الحقيقة من آداب المجلس أنه لا نجلس إلا حيث ينبغي أن نجلس ترى أن يكون مجلس خاص نعم مجلس أسرة مثلا ترى أن يكون مجلس مسؤولين لهم شأن من أمور شركتهم أو وزارتهم أو ترى أن يكون مجلس إذن من آداب المجلس أن لا نجلس في أي مجلس نجلس حيث نريد الإفادة أو الاستفادة ونجلس حيث لا ينكر علينا الجلوس أيضا إذن هذه النقطة الأولى اختيار المجلس ما كل مجلس ينبغي لكل أحد أن يجلس فيه النقطة الثانية إذا جاء اختار المجلس وعرف أن ذلك المجلس ينبغي أن يجلس فيه يختار المكان المناسب فلا يعني ينتظر حتى يقيم غيره نبي السلام كان ينهى أن يقيم أحدنا الآخر فيجلس في مكانه اللهم إذا كان هذا الآخر حرص على أن يجلسك في مكانه فهذا حسن خلق إذن اختيار المجلس أولا من آداب المجالس كيف تجلس في المجلس من آداب المجالس السلام على الناس حتى لا يكون المجلس ناس جالسون وأنت تريد أن تجلس معهم هكذا فجأة وإذا أنت جالس بجنبهم قد ينكرون ذلك عليهم لا سلم من بعيد حتى يتنبهون وحتى يأخذون أيضا من آداب المجلس وهو مهم في الإسلام أن إذا أردنا أن نجالس الآخرين نلبس الثياب الجميلة نتعطر نزيل الروايح نزيل الأشياء المنتقدة أيضا من آداب المجلس إذا كنا مثلا في مجتمع كما هو مجتمعنا الخليجي مثلا نجلس بلباسنا السليم الصحيح الذي لا ينكر ما نجلس بلباس آخر منكر ينكره الناس أو ليس محتشما أو ليس إذن الحقيقة أن المجلس في الإسلام مهم وله فوائد ولا يمكن أن نحصل على فوائده إلا بآدابه وآدابه كثيرة جدا السلام كما قلنا اختيار اختيار الجليس الصالح الإنسان الذي إذا جلست بجنبه أكل الغيبة وحمل النميمة أو تسخط على قدر الله لا تجالس لأنه سيعديك في عدوى كما نحرص على أن لا ننشر عدوى هذه الأوبئة نحرص على أن لا ننشر عدوى الأخلاق السيئة بعض الناس راضي عن الله لسانه طيب متفائل كما يقولون الآن في عرفنا الآن التفاؤل متفائل بعض الناس لا متشائن يمرضك صحيح فإذن اختيار المجلس اختيار الجليس أيضا إذا جلس الإنسان في مجلس ينبغي أن يكون أصمة الجالسين لا يتكلم ثار ثارا نعم يتكلم بقدر الحاجة صحيح ولا يفشي سر الجليس النبي عسى التواصل في حديث اللي رواه ابن المبارك في الزهد ورواه أيضا في جامع معمر في جامعه أنه إنما يجالس الناس بالأمانة إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة نعم فلا يجوز للجليس أن يفشي على جليسه ما يكره وكذلك لا ينبغي أن ننقل أحوال البيت للمجالس أن يحذر من الرجل يعني يباشر يفضي إلى أهله وتفضي إليه فينشر سرها إلى أصدقائه أو إلى في الحقيقة المجلس أحسنت في الاختيار أنكم تشوفوا حلقة في آداب المجلس المجلس موضوع كبير جدا نعم وفائدته عظيمة وأحكامه وأدابه كثيرة والأشياء فيها كثيرة حقيقة طيب فالشيخ أيضا بالنسبة إلى الجلوس أو طريقة الجلوس أو أن البعض فالشيخ قد يعني يتكأ أو ينام والناس جلوس هل فالشيخ أيضا يعني تؤثر على حسب هذه الكيفية الجلوس المجتمعات تحكم بها إذا كان عموما أهل المرؤات لا ينبغي أحد يتكئ بين الناس أو ينام أو يمد رجليه إلى الجليس يكره الإنسان أن يمد رجله إلى الإنسان المؤمن لأنها تؤذيه صحيح واللهم إذا كانت لا حرج يعني إنسان مع أصدقائه مثلا والمجتمع يعقبل ذلك أو الرجل مع أبنائه وبناته فهناك نوع من يعني رفع التكليفة رفع الكلفة أو الحرج في بعض المجالس لكن عموما ينبغي أن نجلس الجلسة المقبولة وأن لا نتملم الكثيرا وأن نواجه الجليس نبسم في وجهه نسمع ما يقول نفيده نستفيد منه نواسيه إذا ذكر شيئا من حاله الطيب نريه الفرح إذا ذكر شيئا من حاله نريه الحزن وإذن نراعي الجليس في الجلسة وفي الكلمة وفي النظر وفي جميع ما يمكن أن نكرم هذا الجليس فيه زكا الله خير فرشيخ الإسلام فرشيخ جاء بالحث على مجالسة الصالحين فرشيخ نريد أيضا بأن فضل مجالسة الصالحين والجليس الصالح نعم صحيح ينبغي للشخص الذي يجالس الآخرين أن يلحظ الإفادة والاستفادة نعم ليس المجالس لأجل تضيئ الوقت الوقت لا ينبغي أن يضيع ليس المجالس والجلوس مع الآخرين فقط للتسلية لا ينبغي المؤمن أن يكون شغله وأن يسلي نفسه كأنه يقطع عمره في غير فائدة إذن المجالس هي لأجل الإفادة والاستفادة وبالتالي لا بد أن نحرص على أن لا نجالس إلا من سنستفيد منه إما بعلم إما بحكمة إما بعقل وتشارب إما بدين هذا الإنسان المتدين الذي ذكر لله عز وجل مخبط مخلص خاشئ مجالسته تفيد القلوب مجالسته تفيد الروح الجليس يسرق من جليسه دون أن يعلم السارق ولا المسروق منه الجليس يأخذ من أخلاق جليسه وخاصة بالمداومة هذا شيء مجرب وأي حد من المشاهدين الكرام يريد أن يجرب ذلك يجالس الصالحين مرتين ثلاثة أربعة خمسة فسيجد نفسه مشدود إلى أخلاقهم يجالس أهل الدنيا المشغولين بالصفقات ومشغولين بحرص عليها فسيجد نفسه يستقل ما عنده من خير أنا لا أقول أن التجارة نعمة وبركة أنا أقصد ذلك الإنسان الحريص على جمع الماله فقط يعني خالي التجارة واجب تجارة فرض فرض كفائي وترى أن تكون فرض عين على الإنسان يحصر رزقه لكن أقصد أهل الدنيا الحريصين الذين لا يفكرون إلا في الجمع وكذا ويتناسون الفضل أما الماله الصالح للرجل الصالح إذن ينبغي للإنسان أن يجالس من يتأثر به إلى الخير عندنا اثنين واحد بار بوالدي إذا جالسته كثيرا ستكون بار بوالدي واحد آخر لا سمح الله عاق بوالدي أو مقصر بوالدي إذا جالسته ستأخذ منه نفس الصفات جار طيب الناس كلها الجيران يمدحونه إذا جالسنا سنجد فيه أخلاق كيف يصبر للجراء وكيف يحسن إلى الجراء صاحب تجربة صاحب حكمة معروف بالحكمة ومجرب كبار السن يعطوك تاريخ يعطوك شيء إذا انتقاء الجليس أمر ضروري تارة لدينه فقط قد يكون إنسان بسيط لكن هذا إنسان صالح إنسان صاحب عبادة صاحب أخبات فمجالسته ستأخذ من دينه وأنت تكون أعلم منه صحيح تقول أنت أعلم منه خريج ودكتور وكذا لكنه هو صاحب دين أو صاحب خلق أو صاحب حكمة أو صاحب علم إذن اختيار الجليس كما قال إصلاة والسلام الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رح طيبة والجليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه راحة سيئة إذن النبي صرح بأن الجليس يعطيك خيرا أو شرا وينبغي أنت أيضا أن تعطيه خيرا لا شرا طبعا ولا تذكر تشكو من حالك عند أحد ولا تشكو من شخص آخر المجالسة إذا مشت على أصولها التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الدرس هي وأما إذا أهملناها وتركناها كذا والله ليست أبدا إلا الشر العزلة أفضل ورد عن أبي الدرداء أثر قال أنه إملاء الخير خير من السكوت والسكوت خير من إملاء الشر يعني الإملاء هو أن تقول يعني المشاهد الكريم لعلى الإملاء هو أن تحكي الكلام لمن يكتبه إملاء الخير خير من السكوت ولكن السكوت خير من إملاء الشر والجريس الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من الجريس السوء نعم صحيح طيب هذا شيء أيضا في المقابل للإسلام أيضا جاء بالتحذير من أن يجالس الرجل أهل الشر والفساد صحيح أهل الفتن أهل الشر خاصة الشباب يجالس الشباب لا سمح الله عندهم أخلاق سيئ سواء كان في سلوكهم أو في أفكارهم أو يجالس إنسان حد من الناس الذين يقعون في لحوم الناس ويقعون في أعراض الناس حتى على وجه المزع كل ذلك يضر لا ينبغي للمسلمين أن يجالس إلا من يريد منه خيرا الذي لا تطمع بخير منه عامله بالتي هي أحسن لكن لا تجالسوا أبدا رد عليه بالتي هي أحسن أيضا هذا الإنسان الذي نخشى منه السوء لا ينبغي أن نعين الشيطان عليه وأن نحتقره وأن نكرهه لا ينبغي أن نرحمه لا نجالسه أبدا ولكن نخرج منه بحيلة تكون تناسب الأخلاق الإسلامية نعم إذاك الخير فرص الشيخ أيضا انتشر في بعض المجالس الغيبة وكما يقال أنها فاكهة المجالس أيضا فرص الشيخ إذا مثلا كان الشخص جالس في مجلس وانتشر في هذا المجلس القيل والقال والغيبة والنميمة هل يعني يقوم من مجلسه أو الأفضل فرص الشيخ في حاله ينكر عليهم ويبقى جالس ينكر بقلبه وإن كان المجال كان إنكاره بلسانه بالطريقة المعروفة تفيد ينكر بلسانه بحكمة وموعظة حسنة وإن كان إنكاره بلسانه سيؤدي إلى تكثير الكلام ينكر بقلبه ويجب عليه أن يعتزل هذا المجلس إلا إذا كان لا يمكن لأنه تارث أن يكون في الطائرة أو في سيارة أو في مكتب أو في إن استطاع أن يخرج عن هذا المجلس واجب عليه لأنه سماع الغيبة وسماع النميمة لا يجوز إذا كان المكان حاصر لا يمكن فليعزل نفسه يغيب عنهم بنفسه ولا يجوز له نهائيا أن يشارك أهل الغيبة وأهل النميمة ولا يجالسهم لا يجالسهم فإن اضطر إلى المصاحب فليعتزل بنفسه يكون حاضر غائب أما أن يشاركهم حتى ولو أحرجوه بقضية الغيبة لا لم يبقى إلا أن يغضب أتركه يعني أخليه يغضب ولا أشاركه في غيبتي أحد لأن الغيبة أكل لحم الناس والغيبة عبارة عن توزيع حسناتك على الآخرين أو حمل سيئات الآخرين والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وهم يقولوا فاكة المجالس لكن هذا خطأ فاكة المجالس هو العلم والأدب والحكايات الطيبة والحكمة لأنه عندنا فاكهة طيبة وعندنا الصبر والحنظر مر فليأخذ الفاكهة طيبة الكلام فيه خير فلنأخذ كما قال بالدرداء كما قلنا يملاء الخير خير من يملائي خير من السكوت والسكوت خير من يملائي الشر نعم زكرة الخير فاكة الشيخ أيضا المجالس كما قيل بالأمانة إذا مثلا فاكة الشيخ سمع شخص من آخر هل يجوز له أن ينقل ما سمعه في هذا المجلس إلى مجلس آخر هل فاكة الشيخ يعني يأثم في هذه الحالة طبعا هو الذي ننقله من الكلام ينبغي أن يكون أولا مما ينقل شيء مفيد ليس محرج عليه إذا كان شيء لا يفيد لا ننقله إذا كان شيء خص شيء خص لا يجوز سواء كان حذرنا أو أوصانا أو لم يوصينا لأن الإنسان يكلمك في أمور خاصة لا يحتاج أن يقول لك ترى هذه أمور خاصة هناك قرينة هناك قراء تدلك على أن هذا الجليس ما قاله من كلام لا يريد نقله إذا تريد أن تعرف وطبعا الخطاب لي ولك ولمشاهد الكريم إذا يريد الإنسان أن يعرف ما ينقله وما لا ينقله من أخبار لآخرين فليقص على نفسه ما من أحد يريد أن ينقل حال بيته أو حال وظيفته أو حال ماله أو حال حسناته أو سيئاته كل واحد مننا حريص على أشياء معينة ترث من ماله ترث من أخلاقه الطيبة ترث من أخلاقه المشطيبة حقيقة فالإنسان ينزل نفسه منزلة الآخر فإذا جالس شخصا ما وسمع منه شيء لا ينقل منه إلا ما يرى أنه يحب أن ينقل عنه مما فيه فائدة مما فيه نعم قد تكون فيه مكرمة هذا الإنسان صدر منه شيء ولا ينبغي المسلم أن يفشي عباداته وصدقاته وأمور التي لكن لو عرفنا أنه فلان فعل خير ولا مانع من أن ننقل ذلك لأنها شهادة عليه بالخير ولأنها إشاعة للخير لكن أمور الخاصة ماله حاله مع أهله حاله في بيته حال أبويه إلى آخره أشياء التي لا يجوز لنا أن ننقلها عن الجليس سواء كان أوصانا على كتمها أو لم يوصنا أما إذا أوصانا على كتمها في الأمر أمر واضح أنه لا يجوز نقله أيضا فلس شيخ إذا أراد الإنسان أن يقوم من هذا المجلس وهل هناك فلس شيخ دعاء في ختام المجلس نعم وطعا أن المجالس يقع فيها الكلام الطيب والكلام العادي والكلام وترث أن يقع فيها الكلام الذي عبث وليس مفيدا فالنبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي أعطانا كثارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك شدوا لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أو أستغفرك وأتوب إليك هذا الذكر من الله تبارك وتعالى يكون في ختام المجالس يمحو الله عز وجل عن الجليس ما قاله في ذلك المجلس من شر ويثبت له ما قاله من خير وبالمناسبة أي مجلس جلسناه ينبغي أن نذكر الله فيه ينبغي أن نذكر الله فيه بخير نحمد سبح فيه نحمد الله فيه ونصلي علينا بالعسرة والسلام نذكر سير الصالحين نذكر سير الصحابة نفيد نقول معلومة تفيد سواء كانت تاريخية أو دينية أو طبية ولا كنت تكون معلومة صحيحة فالمجلس مزرعة أذناء الجلوس مع الآخرين مكان زراعة الخير والأسف مكان أيضا زراعة الشر فإذا ختمنا المجلس وختمناه بذلك الذكر أثبت الله لنا ما قلنا من خير ومحا عنا ما قلنا من شر وهناك حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح رواه الإمام مالك وغيره حتى البخاري وغيره وهو أن الرجل قد يتكلم بالكلمة من رضوان الله تبارك وتعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وقد يتكلم بالكلمة من سخط الله تبارك وتعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار يعني كلمة تكون فتنة كلمة تكون فيها كفر كلمة تكون فيها ألا لقبيلة أو ألا لبلد أو ألا الكلمة في الإسلام مهمة وخطيرة خطيرة في الخير وخطيرة في الشر فينبغي لنا إذا ختمنا المجلس أن نذكر ذلك الذكر الذي على الأقل يسلمنا من شرور ما صدر منا أثناء المجلس ذاك الأخير فض الشيخ مع انتشار هذه الجائحة و هذا الوباء فيروس كورونا فض الشيخ ما الذي ينبغي علينا أن نفعله إذا كنا في مجلس واحد ينبغي أن نحرص على عدم الاجتماعات الكبيرة لا عند الضرورة حقيقة لأنه ما زال لعد الآن جميع التعليمات التي نسمع من الجهات المختصة هي تنهانا عن التجمع صحيح ينبغي أن نحرص على أن نقلل التجمع ما أمكن فإذا اضطررنا إلى التجمع نأخذ المسافات المطلوبة نعم ولا نصافح و إلى آخره لأنه من آداب المجلس أن نشيع الخير و أن يكون الجليس نفع الآخرين إذن الاجتماعات الكثيرة الآن في هذه الظروف لا تجوز لأنها مظنة نقل الضرر أو أخذ الضرر من الآخرين و لا ينبغي أن نغفل عن الآداب العام أيضا للمجلس يعني لا نكثر الاجتماعات و إذا اجتمعنا للضرورة نأخذ التعليمات التي تصدر من الجهات الاحترازية و لا ننسى أن ما زال فيها هي نفس المجالس بآدابها و فوائدها و بمضارها نحذر من مضار المجلس و نحرص على خيره برك الله فيكم فضل الشيخ و أحسن الله إليكم إلى هنا مشاهدين نصل و إياكم إلى نهاية هذا اللقاء نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ أحمد المختار و الوعظ بدارة الشؤون الإسلامية بالشارق إذاك الخير فضل الشيخ أحسن الله إليكم الشكر و موصولكم أنتم كذلك مشاهدنا في كل مكان نسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يرفع هذا الوباء عن البشرية جمعا اللهم إنا نعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و سيء الأسقام نستودعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر